شارك سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب ورياضة رئيس لجنة الأولمبية البحرينية شارك في سباق أبو ظبي للترايثلون العالمي المقرر انطلاقه في ساعة السادسة والربع من صباح يوم غدنا السبت ضمن مشاركات سموه المستمرة في مثل هذه الفعاليات الرياضية المهمة وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن المشاركة الحالية في سباق أبو ظبي للترايثلون العالمي تأتي في إطار الاستعداد المتواصل لبطولة الرجل الحديدي القادمة وللحصول على الجاهزية المطلوبة في ظل المنافسة القوية التي تشهدها هذه البطولة وأشار سموه إلى أن البطولة يشارك بها العديد من الأبطال مؤكدا أنه على أتم الجاهزية لخوض هذه المشاركة في ظل الخبرة التي اكتسبها سموه في المشاركات السابقة ولفت سموه إلى أن مشاركة فريق بحريني في سباق أبو ظبي يؤكد مدى الانتشار الواسع لهذه الرياضة معربا عن أمله بالتوفيق لأفراج الفريق مؤكدا سموه ثقته العالية بأبناء المملكة وطموحاتهم الكبيرة وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد عن تقديره البالغ للجهود الكبيرة للقائمين على هذه البطولة في مختلف الجوانب التنظيمية حيث اكتسبت دولة الإمارات خبرة عالية في هذا المجال وقد قام سموه بزيارة إلى موقع السباق حيث رافقه عدد من أعضاء مجلس إدارة مجلس أبو ظبي الرياضي وأعضاء اللجة المنظمة للبطولة حيث اطلع سموه على الاستعدادات الخاصة بإقامة هذه الفعالية ومشاهدة خطوط سير السباق وعلى صعيد المتصل قام سموه الشيخ ناصر بن حمد بإجراء عملية التسجيل في الكشوفات الخاصة بالمتسابقين وتشمل البطولة على ثلاث مسابقات مختلفة حيث تقام مسابقة السباحة لمسافة 2500 متر ومسابقة الدراجات لمسافة 80 كيلو متر فيما تقام مسابقة الجري لمسابقة أو مسافة 20 كيلو مترا هذه المرة طبعا تختلف عن المسابقات السابقة صحيح تواجدنا في فو ظبي اليوم شرف كبير لنكون في هذا المكان المميز في المنافسة القوية ولكن هالمرة أحنا أسلوبنا للسباق بيختلف شوي يمكن تلقون أوقاتنا وبنفس الأوقات التي كل مرة لأن جايين السباق احنا نسميها على رجل تعبانة يعني احنا مواصلين التمرين موقفنا التمرين عادة قبل السباقات نريح أسبوع كامل ننزل التمرين يكون بطيء وبسيط عشان الأنرجي يكون عالي هالمرة جينا هالسباق على تعب وعلى أداء قوي والقصد كله أن هذا السباق يكون تست ويكون نفس